وصلوا حديثنا بحول الله ومذله حول أحكام الاعتكاف وقلنا إن أحكام الاعتكاف أول شيء ناخد منه المكان مكان الاعتكاف وقلنا إن المسجد شرطه المسجدية اثنين وقلنا الزمان وقلنا إن العلماء يتفقون على أنه لا حد لأكثره ويختلفون في أقله فمنهم من يقول يطلق الاعتكاف على ما يسمى المكث ولو كان المرور من المسجد مع النية كالوقوف بعرفة ومنهم اللي قال يوم يومين عشر تلاتة المهم الذي لم يحدد الشرع في الحقيقة للاعتكاف يوما أو وقتا معينا أقلهم إنما حدد اليوم للمثوبة التي ذكرها في حديث ابن عباس ومنهم من قال اعتكاف النساء في المسجد لا يجوز لأن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها إذ إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد فكذلك اعتكافها في المسجد أولى من اعتكافها في بيتها أولى من اعتكافها في المسجد وقال بعضهم للمرأة أن تعتكف في المسجد لكن مع زوجها كمحرم وقد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه في المسجد فعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مصطحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها الطستة وهي تصلي وهذا في البخاري وأصحاب هذا الرأي يرون جواز اعتكاف المرأة في المسجد ولكن مع زوجها كما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه وكما تسافر المرأة مع زوجها لها أن تسافر معهم ولا تسافر بمفردها وفي حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباءا فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءا فآذنت لها وضربت خباءا فلما رأتها زهنب بنت جحش ضربت خباءا آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه البرة ترون بهن يعني أنتوا فكرين إنهم عملوا كده طلبا للبر ولا تظنون أنهن يعني فعلنا هذا من البر فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشر من شوال وفي رواية فلم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أي في هذا الرمضان في هذا العام حتى اعتكف في آخر العشر من شوال النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهن وترك لهن الاعتكاف ساب المسجد خالص ومشي لأنه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون خاف عليهن الفتنة إنهم أن النساء يكون محط نظر للمنافقين وغيرهم وإن المرأة في المسجد عرضة لأنها تنكشف ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنهن ما دفعهن إلى هذا البر وتقوى الله ما ليه؟ الغيرة إزاي بقى عائشة تعتكف مع النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين حفصة تيجي تعتكف تاني الذي دفع حفصة وزينب إلى هذا الغيرة فقالوا لا من سبش عائشة مع النبي لوحدها صلى الله عليه وسلم لازم إحنا كمان نشارك في هذا طيب وقيل يحتمل أنه كره منهن ذلك لأنهن ضيقنا المكان الأخبية اللي أعملوها اللي هي الخيمة الصغيرة الأخبية ده ضيقت المكان على المصلين فالنبي الفكور طيب كان يمكن أن يكتفى بفكه ويمشيهم لكن لماذا قطعه واعتكافه كأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعاقبهن بذلك فيما أرى والله أعلم ثم يقضي هو بعد ذلك اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه وقيل يجوز أن تعتكف المرأة في المسجد بمفردها ما دامت في مأمن وسطر يؤيد هذا حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده اعتكف نساؤه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بعده فأجاز المرأة أن تعتكفها بمفردها في المسجد يعني من غير زوجها إذا كان في مأمن وكما أجاز الشفعي لها أن تسافر في مأمن إذا كانت أيضا في مأمن ومتى يدخل العبد معتكفا إلا عايز يعتكف إمتى يدخل؟ قيل يدخل قبل الغروب وقيل مع طروع الفجر وقيل بعض صلاة الصبح واليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى الفجر والنهار من الفجر إلى الغروب والليل من الغروب إلى صلاة الفجر فليعلم كل واحد مننا متى يدخل ومتى يخرج بهذه القواعد إن اليوم من الفجر للفجر والنهار من الفجر إلى الغروب والليل من الغروب إلى الفجر فإذا كان نذراً نذر يوم يبقى من الفجر للفجر وإذا كان إلا أن يحدد أنا أعتكف يوم بس أبدأ من المغرب يبقى من كيف ما حدد إنما إذا قال يوماً كذا مطلقاً يبقى من الفجر للفجر وإذا قال نهاراً يبقى من الفجر إلى غروب الشمس وإذا قال ليلةً يبقى من الغروب إلى طروع الفجر ويعني يعرف هذا لكن الاعتكاف المسنون الأمر فيه في هذا سهل جدا